وحضر الرئيس الأوكراني من عودة القوات الروسية في أي وقت وحضر الرئيس الأوكراني الفلاديمير زيلينيسكي جيشه على البقاء في حالة تأهب مؤكداً أن القوات الروسية قد تعود في أي وقت إلى الحدود رغم إعلان انسحابها وذكرت نازيرته مواقع أوكرانية في جنوب البلاد قرب شبه جزيرة القرمة التي ضمتها روسيا عام 2014 قائلاً إذا انسحابت القوات الروسية فهذا لا يعني أن الجيش ينبغي أن لا يكون مستعداً لعودة القوات في أي وقت إلى حدود بلدنا